ازايكو عاملين ايه يا ربكم بخير النهار ده جايلكو فيديو جديد ان شاء الله كده ينول اعجابكو ينشاطك ويشجعك كده يسبت الكل تقوم نشوف اللي وراكي واخيرا اخيرا كملت اللي انا بدأت فيه كانت اخر مرحلة هنا تنضيف الريسيبشن زي ما انا قلتلكو وخليته زي الفل كده مهم حاجة بها ما تنسوش اللايك الجميل وكمنت الحل والاشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش وفعلوا زر الجراز على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله طبعا كنت بقول لكم دي اخر حاجة بقى المفروض ان انا عاملها شايفين يا جدعان المنظر عامل ازاي وطبعا كنت مطلعة استجاد هنا ركناه كده على جنب وقلت ايه عشان افرشه معاك لان الجو ساقع قوي ساقع ساقع يعني احنا لسه مدخلناش في الجد فقلتلكو كده الساعة اللي هما بينزلوا فيها يعني الوقت المدارس دي بتبقى الشقة تلج كده ما اقول لكمش يعني فقلت بقى اقوم كده خلص الدنيا ديت وانا عمل احافظ على الاوض وحلق علياني من هنا واجبهم من هنا فقلت لقوا منه بقى ومنه لاني لما بنكون مثلا منظفين حاجة وجزء لقى يعني جزء او جزء لقى بياخدوا من هنا يحطوا هنا كده بالبلد بتاعنا يعني عملت تغيير كده بسيط في الريسبشن ان شاء الله هياجبكو وحابت برضه اعمل تغيير عشان رحت النفسية انا يعني المهم بقى يا رب الفيديو كده ان شاء الله هياجبكو طبعا انا لكنست ولا نفط ولا اي حاجة كله بشطف كده الايه بالمية عشان طبعا انا لأ انا يعني ما بعمل الحركة دي انا برتح نفسية بحس ان انا نضفت تنظيفها كده عميكة وحلوة من قلبي كده ما اقول لكمش يعني عايز اقول لكم ان انا قبل ما ابتدي اصلا الفيديو معاكم مسكت كل الكسوة بتاعة الانتري مسكتها كلها غسلتها وحطتها على الحبل قلت ايه الشوية بس اللي انا هكون نضفت فيهم دول تكون يتهوت كده عشان طبعا كنت عايزة ايه حطها تاني بقى ما يا جماعة بتحفزلي قوي على الانتري لان الانتري بهدل وهيبدأ يتقطع زي ما انا قلتلكو ومش مستحمل وانا مش وقته خالص خالص تجديدات انتري ولا تجديدات اي حاجة يعني المهم يلا نبتدي بقى مع بعض الفيديو ادخلت كده على الريسبشن بسم الله ما شاء الله يسد النفس كده اوه والله زي ما بقول لكم كده هنا طبعا زي ما انتم شايفين كده في الارض انا ببقى فرشة الحفزة ديك كده تانية وحطها للعيال اكيد انت بتاكل عليها حاجة بتنظف عليها حاجة كده فطبعا بتحوش لان اللي انا فرشها في الارض فتحة جدا جدا يعتبر بيضة يعني فبتحوش حاجة كتير والله اه هنا قلت انا هشيل الكسفة بتاعت الخضاديات ديت وهمسكها كده اخسلها وبرضو هنا المفارش ديت هشيلها كده يعني اهو مستجاتين بصوا مطلعوا محطاهم زيتم سرم سيس كده على جن بقى لهم يومين على الحال ده فقلت خلاص بقى خلاص هفرشهم ان شاء الله طبعا نفسها جيب تقمس الجزة زي ده تاني والله يبص هو ارخم حاجة فيها جماعة يبص هو جميل وتفرشيه خفيف معاك وحلو كل حاجة تيجي تخسريه تلاقيه ده هي او الله العظيم بيشرب مية ما يعلم بي الله ربنا فبيبقى تقيل قوي لكن هو حلو في انك تشيري وتنفضي خفيف عليك لكن في الغسيل لما جيت اخسره يعني انا ندمت بس رجيت وقلت ايه تمها اكيد كل الخفيف كده يعني بيعب مية وما بتقدريش ان ان انت مثلا تشيريه في مية الشطف والكلام ده كله كل حاجة بصوا يعني انا اقتنعت ان كل حاجة فيها الحلو وفيها الوحش فيها مزيت وفيها عيوب كده يعني فيش حاجة كاملة البني ادم نفسه مش كامل السجادة هتيجي كاملة هنا هننزل برضو الستيار كده هخسلها لان كانت متطربة وكفية عليها قوي كده كل حاجة كده في طريقي خدتها والحمد لله ربنا قواني كده وخلصت الحمد لله كده انا خلصت عايزة عاملكم جولة كده امر ان شاء الله ونشوف كده الدنيا ديت المهم مش لت كل ده كل ده انا بحطه في الغسلها بيتغسل بيتطبق كده وتحطي في الغسلها يتغسل الناس اللي بتقولي لا يوفق اخسليه في الارض لما اقدرش اخسله في الارض وكمان هيتحرك معي عشان خفيف وبديل السجادة متعب يعني في الغسل في الارض مش ان هو سهل ولا حاجة فكده كده احنا نجيب بديل السجاد لاني بيتحطي في الغسلها ما بياخدش حاجة يعني مش تقيل يعني من كده كده اقدر الغسل يعني عادي المهم بقى يا جماعة بصوا اسمه ايه انا خلص اقتنعت بكلامكم وخدت البتاع دوة كمبيوتر دخلت قوضة العيل طبعا كل حاجة براه لكم كده ان شاء الله في الجولة بس يشجعوني كده وقولي يلا يفققوا ميعملي جولة لاني انا مكسل عامل الفيديو انا خلصت ومكسل عامل جولة المهم دخلت بقى ايه الكمبيوتر قوضة العيل الكمبيوتر اصلا مبارة عن كله بايز والدنيا بايزة خالص الشاشة بايزة والكيسة بايزة مش عارفة هو محطوط ليه مش عارفة منظر على الفوض يعني فدخلت قوضة العيل وخلصت منه بس طبعا عشان دخل قوضة العيل طلعت لعب كين ده برا هنا المشاة اللي انا حطيتها على الكرس دي انا كنت غسليها مع نفسي برضو غسلت ومدفت وحطاها هنا عشان هفرشها عملت تغيير كده امور كده بسيط كده بس ايه على ما اوصل كده حطش ياختش اللايك حطش اللايك ما تتعبش قلبي حطش اللايك احنا عبال ما بنمنتش بيكون عينينا حولت وبعبال ما بنسجل يكون قلبنا تاعب فحرم عليك يحطش اللايك ما ينفعش كده خدت كل الستاير دي تغسلها وطبعا ربنا يبرك لها يا رب اللي قالتلي الفكرة بتاعت مش فاكرة من فيكو والله انتو عارفين انا نفسي اللي قالتلي على فكرة الستاير دي لما قلتلك بتتقطع مني لما بحطها في الغسالة قالتلي يا وفا حطي مكان الحلقان دوت في الشرابات في شراب يعني وحطيها اغسليها من ساعتها وانا الستاير ما بتتقطعش مني الحمد لله انا معايز ستات شطار يعني انتو مفاكرين ايه مش معايا اي حد انا لأ مش معايا ناس اي كلام لا انا معايا ناس دي الفل كلنا شفتوا بقى كلنا منتعلم من بعض انا بتعلم منكو برضو من ساعتها والله والدنيا تمام معي كل اما اجي خسله مدعيلها اول الله العظيم ده الاقول يا ربي ربنا يبرك لك يا شيخ يا صاحبة الفكرة دي هنا الاسمه ايه الدرج ده يعني كان تعبان تعبان خالص ممي زبطته وانا اختصرت معاكم وهنا الجزامة هي كانت متوضبة والله بس ايه مليان اطراب مطرح لما ازكى وتشات والدنيا دي اتفاها كل ده هنازدله وهكنوسها وارجع رجع الكلام ده كله تاني قلت بالمرة لان يعني اخر مرة لما جيت اعمل معي كون مكان هنا المفروض ان انا كنت اعملها بس انا نسيتها نسيتها وافتكرتش الى بعد ما مسحت قلت بقى ابهد للدنيا تاني لي عسبتها كده بايه بعبالها كده وصونا زر التراب ايه ما قلوكمش يانا الهوا نرجع بقى كل حاجة مكانها تاني بس ده انا كنت لسه يعني اعتبر يعني معظم الكوتشات والله دي غسليها باختلها لهم كده اول بقول عشان يبقى شكلها نظيف يعني في كم حاجة كده طلعتهم وقلتها استغنى برضا عنهم بايزيل كده من فجأة نوضف حاجة بعملها جرد يعني لو في حاجة باركونة ملهاش لازمة باشيلها خلاويس على كده جيت بقى ايه قلت همسك الحيطان كلها هلمحها وطبعا انا اسفة برضو للاضاءة طول ما شبك مفتوح الاضاءة بتبقى عاملة كده فانا اسفة والله عزروني معلش يا جميع الاضاءة بتقيد وتدفي اهي نورت الحمد لله نورت بصت رجعت تقيد وتدفي يعني اتنور الواحد بيسجد بالعافية مش ادر اتكلم والله ما قادر اتكلم خالص تعبت من المجهود اللي عملته الريسبشن ده كان مجهود النهاردة والله ما كنتش بتخيل ان انا هاخد فيه وقت كده لا اخدت وقت رغمي ان انا بقولك يعني قبل التصوير شلت الكسفة بتاعت الانطرية وغسلتها وقعدت ارتحت تاني كده والله وقت ما كنت بفتر الكلام ده فقلت عشانا اخفف على نفسي يعني لماعت بقى الصلة كلها ولماعت برضو القودة اللي في قد دي كلها خليت كده الحيطان زي الفل هي الحيطانة عندي اصلا اول باول الحمد لله زي الفل وانا بلماع كده رفعت البصمات بتاعت البيت كندا بنتي لقيت بصماتها هناك على الحيطة اللي انت هتشوفوني ده تخلع البتاعة مفضل على لماحة بقى انا مرغية عليها الصابونة بريحة عايز اقولكو اي بقعة في الحيطة بتطلعها لك بسهولة بصو اهي الحيطة دي من كندا بنتي ليد الصغانة اللي بتبقى من تحت ديت هي اديها ولا بصي انا رفعت البصمات بتاعتك انت حر انت حر يا كندا هنا بسكت برضو المراوح وقلت اهلا بمحة لو اني كنت لسه عاملها قريب معيكو يعني مرحقتش تتبهدل وكمان ما بقيناش نشغلها اللي فين وفين انا وانا بمسحة بس قلت اشغل عشان ايه تهوي معايا الارضية بسرة يعني ساعة الجو يبقى حلو انشغلها ساعة الجو يبقى مش كده نقول لا مليش الجو ساعة خليتها زي الفل اول حاجة بقى هبتدي بقى الارضية همسك تحت الشباك على طول كده بالجرادل بالجرادل كده ومية كتير كده عشان هلاقي الارض بتزيق كده حس ان الارض ايه بتزيق كده بمسحها بقى كده على طول اهو اهم حاجة شرب ست قطاط يا جميع اهو هنا تعبت والله بعد الفيديو ده تعبت جدا انا انتوا عارفين كنت عايزة عامل ايه انا كنت عايزة نظفه من غير تصوير تصوير برضو بتعبنا وبياخد مننا وقت وبعد كده وارهولكو عالجاهز قلت لأ ازاي بقى ازاي ده هم بيحبوك تنظفي معيهم منفعش هنا هشطف تحت الكنب اهو جرد المية كده بيقوم طيار لكل الترابة اللي اهو من غير كنس ولا حاجة بس كده نجيب الكنبة مكانها ونشطف بقية الريسبشن بعد كده ننزل على الصولة بقى ترابة 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 منين متيجي لنطف التراب مفيش فايدة بسو نطلب من تحت الكنبة وعمل ازاي بس خلاص شطفت الارضية بقى فوق وخليتها زي الفل والتجر المية ديت بسرعة اهو روحت جرد تحت الشباك كده اجيب من هناك عشان كنت ابتديت به طبعا كتير منكم يقول لي ايه وفاء دخلي الديفريزر في قوضة العيال يا جماعة اكتر من مرة اقول لكم قوضة العيال مش مستحملة انا عشان ادخل الكمبيوتر قوضة العيال اه اضطريت ان انا طلع اللعب بتاعتكين ده او الله عزميزا يقول لكم كده مفيش مكان مفيش الناس تقول لي حطيه تحت الشاشة يا جماعة ده هو اعلى من الشاشة ده هو يغطي الشاشة ازاي ازاي يحطه تحت الشاشة وهو يغطي الشاشة اصلا يعني مش فاهم انت واصدقوا ايه فالمضطر بقى المضطر يركب الصعب هو مالوش مكان الا كده للأسف المطبخ على اخره برضو مفيش مكان في المطبخ نهائي هنا برضو جريت الدنيا ديت اهو مشطف كده بسو بسو ربي يطلع ايه كده عايبت شفوفة اتقامتش في عامل كبت بس واحد ما صدق انه خلص والله هل تفتكروا ان هي هتقعد ريئة كده شوية كتار يومين تلاتة انا واسقة ايه يا يومين تلاتة بس جريت بقى كده وهجيب برضو الحاجات دي حطها مكانها تاني بس كده نضفت تحتيهم وخليه تحتهم زي الاشطا اشطا فولة شبعة منورة اهو شطف يا بيت شفوفة الجزامة عجبني مكانها هنا قوي يعني مش عارف عجبني قوي دخل المزاج كده ايه مكانها هنا اهو شطف يا بيت شفوفة جدع جدع يا بيت ايوة كده جر التراب قلت انا لسه هاكنس وارجع لامة لا ايه بجرد الموية كده وشطف كده على طول ده بيجيب من الاخر كده معنا صح فيه نمساح فيه جدع يا بيت شفوفة خيرا خيرا كان هم على قلبي والله العزي من الريسبشن ده كان هم على قلبي عملا بصله وطبعا ما عملتوش ورا الايوة ده على طول يوم بقى يطلع ليعمل اكل اليوم عايز اخسل يوم انزل كده يعني فتلقوني بقى ايه الحاجة اللي عملت اتأجل دي خلاص بقى بتبقى هم كده على قلب الواحد عايزي اخلص منها كده خلصت السهلة شطفتها شطفة كده محترمة نجري بقى الميا دي كلها كده طبعا انا محوطة بفوتها كده عند قدة الهيال عشان ما يدخلش ميا ولا حاجة بس كده عشان تفضل الدنيا نظيفة زي مهي جريت بقى كله كده بالمستحة عايز اقول لكم والله العظيم بعد العملة دي دخلت لمعت المرضخ ما برضو دخل عليه ميا بسيط كده ومطرح ما انا دخلها طلعوا الكلام ده ومسكت بقى الحمام تصبينا تصبينا من اعماق وقلبي اهم حاجة من اعماق وقلبي هنا برضو نششفت كده على طول لان انتو عارفين بقى انا عايز افرش انتو مش شايفين كين ده وقفالي على باب القودة بتاعت اخوتها وبصوا يعني انا عملة اقول لها ايه انا عربت خلص وبيطلعي اعملة سايز فيها لحد ما خلص العملة ديت خلصنا بصوا اهي مجرد ما دخلت البتوه لقيتها لكو كده على كتفي زي الشمبان زي كده بتلعنزلي بس هفرش وبعد كده لعب برحتك حوالي بخايفة عليها وقعت الصراميك وحشة قوي والله او جيبت انت يا بيت ازبت يا بيت مكانك المهم بقى ايه انا بوزع الحاجة بقى كل واحد كده ايه في المكان وعشان بيتجي نفرش الارض هنا بقى جبت كاريسي كنت برضو ركنها في قدة العيال وهعمل بقى ايه الحركة اللي انا كنت بعملها معيكو زمين حركة ايه تحسين انت شاعدة في كفاتيريا كده تفاهمين تمام تفاهميني تاكيد تفاهمين ليه بقى هعمل كده عشان ساعات عيالي بيبقى عايزين ايه ياكلوا اكلة سريعة مش لسه يفرشوا ويعودوا في الارض وانتو عارفين اما والده قلت خالص انا اخرج لهم الترابيزة دي بيحب يعودوا ياكلوا عليها وايه والكاريسي وانا كمان ساعات بايه بطلع من المطبخ بحب ان انا ايه انظف حاجة مثلا انا قاعدة هنا كده جنب المطبخ خل حاجة عليها بتبقى حسن ليه برضو يعني كم ده شفتها وهي بتقوم على استجادة فرحانة اوي ان انا حطيت استجادة فالك تراه ومحطيتوش فايه فرحانة اوي بشكل اجيبها من هنا الجلي هنا فيش فايدة قاعدة هنا بولا يعني عربطك في رجل كرسي ولا عمل فيك ايه هو بحر ولا هي عملاته المهم جبت بقى استجادة التانية وقلت يلا هبتجي ايه بقى فرشها برضو فوق امور استجادة امور كده وخفيف وانتي بتيبصه جميل هو جميل وانتي بتيفرشيه بتنفضي تيجي تغسري ترقاية بالصوت منه تقيل دهية دهية بيشير ماي كتير اوي عشان الفرو اللي فيه ده هنا بقى ايه جبت استجادة دي فاكرين ان كانت فقدت انه غسلتها اصلا غسلتها بقى لا يمنش فاولا وركنها هنا على جنب قلت ايه عشان اشوفها في رشا بحب قوة داري السراميك في الشتاء عشان بس الرطوبة والعيال وكده وانتو عارفينها الدكتورة في نفسي بخفها العيال بقى قلت احطها هنا كده اهو ملا عليك يا بيت يا فوف ايه الجمال ده الجمال ده يا بيت حطولها لايك يا جماعة حطولها لايك تعبت ولا في الفيديو دي بقى كسوة الايه البتاع ده اسمه ايه الانطري كلها بقى غسلتها لان هي كانت محطوطة لو تفتكروا فقولت لأ اخسلها مش مش اسيبها برضو اقول ايه لأ ما هنضيفها ومش عارف ايه لأ انا عايزة كله نضيف كله مخصول كده ولسه محطوط زي القشطة عشان تاخد فترة معي برضو قبل ما اشيلها تاني انا عايزة جيبكي الصوت اونطري تاني بس يعني تكترحوا علي لون ايه يعني عايزةكو في الكومنتات تكترحوا علي لون انا واسكا لونتو هتقول لي هاتي جنزار يا وفاق مش عارفة ليه قلبي بيقول لي كده فانا هجيبكي الصوت اونطري قصاد دي عشان طبعا الموف اللي هي كانت عندي مش عجباكو فانا قلت خالص ايه اجيب واحدة تاني قصاد الكلام ده بس يعني ايه اللي اللي بخليني محترى اللون مش هاجيب لون ايه محادش اقول انبيتي عشانا ما بحبش انبيتي بقى اقرح انبيتي ده محبوش ايه ايه يما في ايه واخدت دولبة على دماغي كراحة فيه جايبة بقى ستاير وجايبة بقيت الكسبة بتاعة الانطري والكلام ده كله بشوف اني كبيرة واني صغيرة عشان ساعات ايه بعد ما تلخفن واعد افرش واتعب في نفسي في الاخر بتطلع دي مش بتاعدي قلت من الاول كده ما تحيريش نفسك كده واتعب نفسه ويتش كيبات نفسه ويتش كبديني مش عارف ابتدت بالصلاة ليه يعني مابتدتش فوق واخدين بالكو ابتدت بالصلاة تحت الاول بعد كده قلت اياه خلي فوق على مهلي بقى يلا مش مهم خلصت بسرعة فردت الكسوة كده وزبطها كده على الكنبة واشدها كده شدة محترم ايوة كده مرسومة مرسومة كده الناس بقى اللي بتقول لي لا اياه وفا حطي الشلة تحت يا سبتي قلتلك كزا مرة والله ما ينفع مش هينفع كل ما اجا حطها لازم انتقول لي الكلام ده مش هينفع مش مش بتزبط هتقعدوا بقى تقول لي لا حطي كزا مش بتزبط اسمعوا مني ما تسبوني اسمعوا من عملي ريحني مش بتزبط مش بتصدقوني والله يا عملي طيب جبت بقى ايه السطرة دي وقلت عشان تليق مع السجادة يعني عشان الدرجات اللي فيها درجات السجادة فهيمشوا كده مع بعض اللي على الحيطة في الارض الله التانية بقى ايه انا غزلتها بس هحطها ما بين الصالة والرسبشن فوق يعني عشان مثلا لو حد جي مثلا وقعت في الصالة بقفل على العيالي فوق اهو حلوة يا بيت يا فوف الله ينور عليك يا بيت المتابعين بقى لك المرة الجاية هاتي سيدة ان شاء الله ان شاء الله المرة الجاية جيب سيدة اقول ان احنا الواحد بيحب ينقرش كده وقلوانات وحركات كده عشان نحس كده ان الحياة حلو ويعي نخلة وميل ونخلة هنا بقى جبت المفارش دي قلت برضو بتليق كده الالوانات كده تبقى متنسكة هنا السجادة مع السطارة مع المفارش الوانات كده تبقى امر يا بيت يا فوف الله ينور عليك يا بيت حركاتك هرعرفتشها الواحد كده لواحد يقول الله يا جميع وصبا انا جبت هنا القعدة الحلوة دي اللي كنت بعملها معيك وكده من بدري لشان قلت كده تبقى حلوة كده الجو هيبقى شتا وهما يعني فين وفين لما بيعود برضو في الارض وصعب يبقى نزلين المديري مثلا مستعجلين عايزين يعودوا يفطروا فقعدهم في الحتة دي لو حد فيه متحرك ههجله على قفاة هو كده بلطاجة بقى هتعبت نفسي وكمان لسه هيعودوا تاني في الارض بعد متعبت نفسي هنا بقى اي 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 شجر اي زرع الكلام ده كله بالمية كده والطياري كده بيبقى زي الفل محي جيت هنا بقى للجزء ده قلت برضو هلمعه كده واحط المفرش كده امور لو اني بقى بحبش هحط المفارش في الاماكن اللي بشغل فيها بخور لاني بتتخرم يعني من بخور بينزل كده حاجات تقوم ايه ساعات تتخرم غزبين عني المفرش فولتها بقى خبالي بقى ان شاء الله ربنا هيستورها كده اهو فرشت هنا مفرش الامر ده بس خليت كده ايه اني يكون في حاجات بسيطة كده على الجزيمة ما يكونش في حاجات كتير لان انا بكره الزحمة يعني زي ما انتم عارفين خلصنا كده الصالة وطلعنا بقى فوق هنا بقى ايه اه الدنيا لسه ميت ضربك بس هيبان ملامحها دلوقتي وهتبقى عمر معين اه نزلت كل الخطيديات في الارض لاني هعد دلوقتي هلبسهم بقى ايه الكسوة بتاعتهم اللي هي الخفيفة دي وقلت بس ايه اعمل معاكم الكنب الاول نفرشه كده وبعد كده نقعد نستريح كده في الارض شوية اه جبت بقى ستير اللي هي السادة دي بني وقلت احطها اه على الشباك هيبقى برضو لنا حلو مع كسوة الانتري بيتليق يعني بصوا بقى دي قصيرة شوية عشان دي لو تفتكروها كانت اللي هي تقطعت من فوق وبعدتها ايه اه للخيات تعمل هالي فطبعا اسرت فبحيب بحطها فين بقى على الشباك ما بيبنش من ورا الكنب اه لكن لو مديتي كده وشك وبستتي من ورا الكنب هتلاقيها كده زي مصرحية اخوي هايس وانا الويس لا مش مصرحية اخوي هايس وانا الويس استنى عفت كلكم العلكي بريد او مصرحية العلكي شفتوا ما كانوا لابسين كده كلهم البتاعة ده اسمع ايه الجلالي بقوا سيارة هاي السودرة دي بتفكرني بالمصرحية دي اه والله العظيم تبص كده تلاقي مالح فين بقيتها ما فيش اتاكل شفتوا كنت هتوهكو دلوقتي اقول لكم مصرحية غير مصرحية خالص هي دي وفاق يا جماعة هي دي وفاق ده الطبيعي يعني مهم ببقى فرشت الكنب وزبطتوا كده اهو لا ينور يا بتشافه ايه بت المنتج الجميل بتاعك ده بس تحطش الحاجة كده تتفرش لوحدة هي لو الدنيا كده في الطبيعي كانت الحياة بقى سهلة لو من غير منتج هنا كين ده بقى اللي عملته فيها اهو اديها دحك يعني بيت عندها طاقة عايزة تطلح ممي حدفت كل المخدات بعد كده رح تنط عليهم وهي رجلها اللي انا استطى اهو تفرجوا بقول لها ايه ده ايه ده مفيش عاجة زخرت منك الا رجلك يا بتاعجي تحب تنط على المخدات كده حركات العيال ديات كل لما اخوتي يشوفوها يشوفها عميلها يقولولي كلها انت وانت صغيرة كل حركاتك وعميلك قالهم ياختش اللي كنت سكر كده يا اخوتي يجي ده عم تدوليش مقلب في نفسي بقى انا كنت جميلة كده هي بتعوم يا جماعة بتعوم بتغرق ورايا بتغرق مم اعمالة قول لا يا بنتي ناوليلي كياس المخدات يا بنتي دينيك ياس المخدات زلتني زلتني عبر المقمة تسميت كلامي لبست بقى كياس الخددية كلها وانا قاعدة وقلت بعد كده هقوم ايه احطه بس ايه رأيكم بزمتكم بزمتكم ايه رأيكم في الفيديو شفتو والمشاهدة والله تصدي النفس ايه ده اللي حصل يا جدعين كلما تبدأ تنور ترجع تطفي ليه ها والله نكونك بقى هناك اتعملها تلعب وتوزر معي والله خلتني ايه نسيت برده ما بتجي مسلا انت اعملي حاجة وتلاقي حد بيكلمك بياخد ودي معاك بتلاقي نفسك خلصتي وانت بش حاس انا بقى بحب احط البتاعة ده اللي هي الكياس بتاعة الخددية ديت مع الكنب كده تحسوا ايه يعني بتبقى حلو لاي اياني شفتو نسقتلكو الالوان على الدماغ على الدماغ ترعملي تاني المهم خلصت يا بيت يا فوفة خلصت اهو خلصت وخلصت انا بقى شايلة هم ان انا لبس الخددية دي يا جميع او والله العظيم في حاجات كده ماليشتو ربال ليه بس مجبورين نعملها نعمل ايه حاجات كتير في الشقة مثلا تكوني مالكشتو ربال ليه ولا بتحب تعمليها بس انت مجبور او هنا المفرج جاء انا وانا قاعدة لمحته ان انا قلبي روحت ايه معدلة تاني حطي بقى الخددية كده هوزحها هنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة خلاص على كده اعز اقول لكم بقى ان انا لمعت الشيشة وروح تلمعت كمان الشوباك نزبطت كده الدنيا على قد ما اقدر الحمد لله اخير انا عايزاكوا ترقاها وزغرطها في الكومنتيات الف بركة ياوفاق انت خلصت الريسبشن الف بركة اهو طبعا الكنبة انا عارفة ان الكسوة متشلة شوية من الناحية دي فانا ازبطها يعني ما خدت بيلي لما عطي بقى هنا التربيزة فرشتها كده مفرش انا متقامة كده مفيرش هما تلاتة مع بعض فما بيتحطوا مع بعض بيبقى شكلهم حلوي تحسوا الدنيا كده حلوة ماما حلوة وانتوا عاملين النهاردة النهاردة انا قضتها تونة وبطاطس وحبشت كانت كده خفيفة عشان اللي انا عملته ده المهم يبقى يا رب الفيديو يكون عجبكم استنيوا اللايك والكومنت الحلو والاشتراك في القناة وتولي لي ايه رأيك طبعا في الفيديو وقولوكم عالف السلامة واستنظروا ان شاء الله كده ايه الجولة مع السلام